بسم الله الرحمن 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 الرحيم والحمد لله وصلاة السلام على رسول الله حياكم الله أخواني وأخواتي في اليوم التدريب الثاني من تطبيقات الجودة الشاملة في بيئة العمل وتكلمنا يوم أمس وتحدثنا يوم أمس عن مقدمة وعن مفاهيم وعن مبادئ وعن أساسيات في الجودة الشاملة وأيضاً تكلمنا الفرق بين إدارة الجودة الشاملة والإدارة التقليدية وتكلمنا عن بعض أساسيات ومفاهيم الجودة الشاملة تحدثنا أيضا عن بعض رواد ونظريات الجودة الشاملة ونستكمل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عندما توقفنا فيه بالأمس وكنا ذكرنا ثلاثة من رواد ونظريات الجودة وتوقفنا عند إيشيكاوا ذكرنا قبل إدوارد ديمينغ وفليب كروسبي وجوزيف جوران واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتستكمل مع إيشيكاوا إيشيكاوا طبعا هو أحد رواد النظريات وهو شخص ياباني بروفسور ياباني من الرواد اليابانيين ساعد في تطوير إدارة الجودة ويعتبرونه الأب لحلقات مراقبة الجودة اللي هي الحلقات التي تعتبر برك تطوعية يجتمعون أسبوعيا وعددهم من أربعة إلى ثمانية أشخاص يجتمعون وراجعون وشيكونوا وشوفون مدى التقدم ومدى تطبيقات الجودة كان والد إيشيكاوا والد كارو إيشيكاوا رئيسا لجمعيتين يابانيتين شهيرتين هما اتحاد المشاهدة الاقتصادية اليابانية والاتحاد الياباني للعلوم والهندسة مكانت أبوه هذه وجود أبوه في جمعيتين مهمة جدا في الجودة وفي اليابان ساعدته أن يلتقي بأناس وبشخصيات مهتمة وريادية في الجودة وفي تطبيقات الجودة وفي ممارسات الجودة وهو عاش تقريبا في نفس الفترة اللي عاش فيها الرواد الثلاثة السابقون كما ذكرنا يعتبر الأب الروحي أو المخترع أو المؤسس لحلقات الجودة التي تتكون من 4 إلى 8 عاملين أصدر كتاب أسماء المرشد للسيطرة على الجودة كما اكترح أيضا مخططات تحليل عظمة السمكة اللي اسمه أيضا يرى أنه بينما تنحص المسؤولية عن جودة المنتج في الشركات الأمريكية في عدد محدود من طاكم الإدارة فإن كل المديرين اليابانيين مسؤولون عن الجودة وملتزمون بها فيقول كل واحد كل مسؤول كل صغير كل كبير مسؤول عن الجودة وملتزم بالجودة فالجودة عنده جودة شاملة لكل جزئيات سواء الموارد البشرية أو الطاقات البشرية أو الأشخاص في تطبيقاتهم أو حتى الموارد أو العمليات أو المنتجات أو الاهتمام بالعملاء الداخليين أو الخارجيين بشكل عام أيضا يركز على أهمية شمول مراقبة الجودة على خدمة ما بعد البيت ومشاركة العاملين بكافة مستوياتهم في عملية مراقبة الجودة من خلال قيامة بتصنيف أدوات الجودة الإحصائية إلى مجموعات وربط كل مجموعة بمستوى معين من العاملين يعني يهم حتى بعد البيع رضاء العملاء الواحد هنا لما يشتري جهاز أول ما ينظر إلى خدمة ما بعد البيع خدمة الصيانة خدمة المتابعة الخدمة التالية للبيع يعني مو بس تبيعني وتعطيني وخلاص ما في خدمة تالية ولذلك الآن الشركات تتنافس في خدمة ما بعد البيع وفي جودة الصيانة ما بعد البيع وفي تأمين قطع الغيار ما بعد البيع تعتبر هذه كلها من جزئيات الجودة مجموعات أدوات الجودة عنده هي المجموعة الأولى وهي الأدوات التي يمكن تطبيقها من أي شخص في الشركة مثل السبب والأثر ومخطط باريتو لـ 2080 وخرايط مراكبة العمليات والمدرجات التكلارية ومخططات التشتت وأدوات الفحص في المجموعة الثانية يمكن استخدامها من قبل المديرين وخبراء الجودة وهي تتضمن اختبار الفرضيات والعينات وفي المجموعة الثالثة الأدوات التي تستخدم في حل المشاكل الإحصائية المتقدمة والمستخدمة من قبل خبراء الجودة والمستشارين وهي تتضمن أيضا أدوات معينة أهم أفكارها ونماذج الجودة أن حلقات الجودة اللي يسمى هو أبا حلقات الجودة اللي قلنا من أربعة إلى ثمانية تعتبر فرق تطوعية يجتمعون كل أسبوع يناقشون الجودة وتطبيقات الجودة والعمليات ويرتابعون كل جزئية في الجودة ويتشاركون أيضا مع جميع العاملين في أفكارهم وفي رؤاهم تجاه الجودة أيضا يرى بالتدريب المستمر الأشار إلى همية التدريب في مجال الجودة مبرزا عن عملية التدريب في اليابان أخذت مكانتها في الصدارة منذ الستينات من الكرن العشرين كذلك مخطط عظمة السمكة وبنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هو اسمه فشبون دياغرام أو إشكاو دياغرام اللي يتكلم عن السبب أو الأسباب والنتيجة لما تريد تحل مشكلة معينة أو نتيجة عندك معينة تريد تتحامل معها وتحلها لا بد أن تتحامل مع الأسباب ولذلك يستخدم أسلوب عظمة السمكة لتعريف الأسباب وتفاصيل الأسباب كان أول استخدام له في عام 1943 للمساعدة على الشرح لمجموعات من المهندسين في مصنع فولاد إشكاو لحل مشكلة واجهتهم أيضا سلسلة الجودة وهي أن الجودة لا تقتصر على رضا العميل الخارجي فقط بل لا بد من إعطاه اهتمام بالعميل الداخلي عندنا عميل خارجي اللي هو الزبون وفي عندنا عميل داخلي اللي هو الموظفين لا بد نهتم بالعميل الداخلي ونهتم بالعميل الخارجي بعض الشركات تهتم بالعميل الخارجي على حساب العميل الداخلي وهذا خطأ لأنه لن يرضى العميل الخارجي من المنتج ومن الجودة إلا إذا رضي العميل الداخلي الذي سيعمل وسيحرص على الجودة وسيحرص على حتى التعامل مع العميل الخارجي في خدمات أثناء البيع أو ما بعد البيع بنتكلم عن آسر وأساليب إدارة الجودة الشاملة وبنتجاوز السؤال وبنأتي عليها على طول على حسب المعهد الأمريكي للجودة لـ American Quality Institute يمكن تلخيص إدارة الجودة الشاملة على أنها نظام إداري لمنظمة تركز على متطلبات عملائها يقوم على أن جميع العاملين يعملون لتأمين التحسين المستمر وتستخدم الاستراتيجيات والمعطيات والتواصل الفعال لدمج وتقامل إختصاص الجودة في ثقافة ونشاطات المنظمة عناصر إدارة الجودة الشاملة يعني من العناصر المشتركة والأناصر حتى اللي نادى بها كثير مما نتكلموا في الجودة اللي هو التركيز على العملاء العميل أو الزبون أو حتى العملاء الداخليين والخارجيين يعني لما نقول العملاء عندنا internal و external internal اللي هم الموظفين و external اللي هم الزبائن الخارجيين اللي هم يجون يشترون أو الموردين أو غيرهم فالتركيز على العملاء مهم جداً في عملية الجودة أو في نجاح الجودة أو في تطبيق وممارسات الجودة كذلك مساندة دعم الإدارة العليا مهم جداً لأنك لما تأتي تتبنى الجودة إذا ما كان فيه دعم قوي من الإدارة العليا لأنك تحتاج تعامل مع الإدارات الأخرى بتحتاج توجيه من الإدارة العليا بتحتاج موارد مادية وموارد مالية كلها تحتاج إلى قرارات من الإدارة العليا فمهم جداً مساندة ودعم الإدارة العليا لنجاح الجودة فهي تعتبر من عناصر إدارة الجودة الشاملة كذلك العمل الجماعي والجميع يعمل والجميع ينجح والجميع يتساعد ويعملون سوياً حتى من مهارات القرن الواحد والعشرين حالياً سواء بناء على منظمة اليونيسكو أو حتى الأمم المتحدة على مستوى العالم في جميع الكطاعات عالمياً ذكروا أن العمل الجماعي أو العمل التعاوني أو التعاون أو collaboration أحد مهارات القرن الحادي والعشرين اللي يسمونها four seas اللي هي creativity وcritical thinking وcollaboration وcommunication فهذه الفورسيز هي المهارات الأربع المهمة أو أهم مهارات في القرن الحادي والعشرين والتي منها العمل الجماعي تدريب الأيد العاملة حتى يتسنى للإدارة العليا لمس حالات الإبداع والتمييز في العمل فلابد من الارتكاز على التدريب المكثف للأيد العاملة على إدارة الجودة الشاملة كذلك احترام وتقدير العاملين فمن العوامل المهمة في النجاح اللي هو في عاملين مهمة التركيز على العمل والجودة هذا الجانب الجانب الآخر التركيز على العلاقات الإنسانية من احترام وتقدير للعاملين وتعامل معهم ولا يوجد استعلاء أو تعالي على الفريق أو على العمل الجماعي في الجودة أو حتى في الممارسات الحديثة سواء القيادة أو إدارة الجودة الشاملة أو التطبيقات الحديثة في الإدارة جميعها تركز على العلاقات الإنسانية وعلى العاملين والتقدير والاحترام المتبادل أيضاً التحسين المستمر اللي هو continuous improvement وهذه من أهم النقاط أو من أهم المتكزات وحتى في بعض معايير الجودة المستقلة زي الكايزين هذه تركز على التحسين المستمر اللي دائماً يكون عندنا تحسين مستمر continuous improvement تركز الجودة على أن يكون كل يوم في تحسين ولو بسيط فكليلون دائماً خير من كثير منقطع يعني يكون عندي تحسين كل يوم ولو في جزئية من جزئيات العمل في أي مكان لا بد أن يكون كل يوم في تطوير جديد وفي تحسين جديد حتى على مستوى الحياة الشخصية نحتاج إلى التحسين المستمر والتحسين الدائم فلا بد أن يكون يومك أفضل من أمسك وغدك أفضل من يومك أيضاً نشر ثقافة الجودة من خلال المنشورات والوطويات والإعلانات والاجتماعات واللقاءات والعروض التقديمية حتى تكون واضحة للجميع فالجميع كلهم يعملون كفريق واحد من أعلى الهرم إلى عامل حارس البوابة أو أصغر عامل أو عامل النظافة في المؤسسة وفي الشركة الكل يعمل فلذلك لا بد أن تكون الثقافة منتشرة بين جميع العاملين في الجودة كذلك السياغة الاستراتيجية لفلسبة إدارة الجودة الشاملة أن يكون هناك أهداف استراتيجية وخطط استراتيجية تشمل الجودة من المستوى الأعلى للقيادة إلى المستويات الدنيا في القيادة يعني كل مستوى من مستويات القيادة ومستويات الإدارة الموجودة والمستويات الوظيفية كلها تمارس الجودة وكلها تطبق الجودة وكلها لديها أهداف استراتيجية تتعلق بالجودة وتطبيقات الجودة أيضاً حدد كوة وماكوني واشرودر تسعة عناصر تلخص إدارة الجودة الشاملة هي تصميم المنتجات عابر للوظائف وإدارة الإجراءات إدارة جودة المورد كذلك مشاركة العملاء والمعلومات والإفادة وبنتكلم عن معلومات وأهمية المعلومات حتى في اتخاذ القرار وفي الجودة كذلك القيادة الملتزمة والتخطيط الاستراتيجي التدريب العابر للوظائف كذلك مشاركة الموظفين وسائل تمكين العاملين من تطبيق الجودة الجودة تسعى وحتى القيادة الحديثة والمفاهيم الحديثة للقيادة إلى تمكين العاملين وفيه فرق بين التمكين والتفويض التفويض أنك تفوض على جزء من مسؤولية وعلى مهمة معينة لكن المسؤولية أو المسائلة تبقى عليك أنت كرئيس أو كقائد أو كالمسؤول الأول ليست على الشخص الذي فوضته لكن التمكين أنك تنقل كامل المهمة والمسؤولية مع المسؤولية والمسائلة كاملة على ذلك الموظف فأنت تعطيه أو تصنع منه قائد وتعطيه فرصة للجودة أو تعطيه فرصة للتطبيقات وممارسات الجودة في بعض أو خطوات للتمكين أو أبعاد للتمكين التي هي البعد الأول تحديد المهمة يهتم هذا بحرية تصرف التي تسمح للفرد الذي تم تمكينها من أداء المهام التي يوظف من أجلها وإلى أي مدى يسمح للفرد الممكن من تفسير الجوارب الملموسة وغير الملموسة في المنظمة كريضة العاملين على سبيع المثال البعد الثاني تحديد المهمة الذي يضع في عين الاعتبار كمية الاستقلالية المسؤول عنها الموظف أو مجموعة الموظفين للكم بمهام عملهم يعني حدد لهم المسؤولية حدد لهم المحام حدد لهم السلطات حدد لهم يعني كل ما يستطيعون أن يفعلونه لهذه المهمة أو أثناء هذه المهمة أيضاً القوة ويعني اكتشاف الطاقات والقدرات والقوة الكامنة والطاقة الكامنة في الموظفين فعندما تعطيهم الدور أو تعطيهم أو تمكنهم ستجد تخرج لك طاقات كامنة وقوات أو قدرات غير متوقعة من الموظفين أيضاً الالتزام فلابد من الاتفاق على الالتزام ويعتبر الالتزام من أهم معايير النجاح ومن أهم معايير التمكين أيضاً فيتصل بالمواضيع المتصلة بزيادة تحفيز الأفراد من خلال توفير احتياجات الفرد للقوة والاحتياجات الاجتماعية وكذلك زيادة الثقة بالنفس أيضاً الثقافة ثقافة المنظمة وهي تؤثر على التمكين يعني ثقافة المنظمة ثقافة القائد ثقافة المشاركين أو الأتباع جميعها تؤثر في عملية التمكين بعض المنظمات لا تؤمن بعملية التمكين فتؤثر كثقافة عند المؤسسة على عملية التمكين أو على تمكين الموظفين أو تمكين المشاركين أو تمكين أي شخص آخر كذلك ثقافة القائد نفسه أن يعطي صلاحيات أو يمكن صلاحيات لشخص آخر هذه كلها تؤثر في الثقافة التنظيمية والثقافة الكيادية تؤثر في التمكين خطط التحسين لديمينغ وشوهارت نتكلم عن شوهارت هو فيزيائي ومهندس وخصائي أمريكي ولقب أحياناً بأبو المراكبة الإحصائية للجودة وقد عمل كخبير إحصائي في ولاية نيويورك في العشرين وثلاثينات من القرن الماضي اللي هو 1920-1930 ويعتبر عاش في نفس الحكبة الزمنية التي عاش فيها ديمينغ وكروسبي وإشيكاوة وجوران فجميعهم عاشوا في نفس الحكبة ومتكاربين في نفس الحكبة الزمنية قام بتطوير المفهوم الإحصائي لمراكبة العملية واستعمل الرسوم البيانية الكياسية لتمييز الأسباب الخاصة من الأسباب العادية للاختلاف العمليات أيضاً طور دورة عملية تحسين والتي تعرف البي دي سي اي والتي طبعاً في كثير من المراجع هي دائرة ديمنغ وأكثر ما نشتغل عليها وطور فيها ديمنغ ولكن أيضاً من ضمن ما نشتغل عليها شوهارت وتجد أنها أيضاً في بعض المراجع يقول لك دائرة ديمنغ وشوهارت دائرة ديمنغ وشوهارت لبي دي سي اي وأصبحت أساسية للتطوير الجودة يمكن تطبيقها في عملية تحسين مستمر أو بالتخطيط سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأسراء أو على مستوى حتى في الأمور الشخصية العادية الصغيرة تستطيع أن تطبق بي دي سي اي وبنأخذها بإذن الله بالتفصيل بي اللي بلان يرمز أو ترمز لعبارة خطة التحسين بلان دي اللي هو دو نفذ وبدأ التغيير عندي اللي ترمز لعبارة تحقق وبعدها تأتي المحافظة على النجاح وبدأ من جديد يعني باختصار أن تخطط في البداية لأي عملية تحسين معينة ثم تطبق ثم تراكب تشك هل هذه العملية تمام ولا مش تمام وين اللي ماشية صح وين اللي ماشية غلط في العاكت اللي ماشية غلط تستمر عليها اللي فيها غلط اللي ماشية صح تستمر عليها اللي فيها غلط أو انحراف لا تعدلها ثم ترجع لدورة التخطيط من جديد بتشوف يش البدائل والتعديلات على الأشياء اللي كان فيها غلط والاستمرار على الأشياء المحسنة وتنطلق من P و D وأيضا تشك فهي حلقة مستمرة وهي دائرة مستمرة فالتخطيط كما ذكرنا يتم في استخدام بعض أدوات الجودة للتوصل إلى المشكلات التي تواجهها المنشأة والتعرف على نوعية العملاء ثم احتياجات العميل ووضع الأهداف بما يتماشى مع هذه الاحتياجات الخطوة الثانية هي تطبيق ما تم التخطيط له والعملية الثالثة هي الفحص لنرى ما هي الخطوات الصحيحة والخطوات التي تحتاج إلى تحسين فنعدلها ونحسنها ثم التصرف بتعديل ما يحتاج إلى تعديل والاستمرار على ما كان ناجح وجيد أثناء التطبيق من أساليب إدارة الجودة الشاملة اللي هو التحسين المستمر يتوجب على أي جهة استخدام التحسين المستمر فهو من أساليب المهمة التي تعتمد عليها الجودة هناك بعض الأساليب مثل أسلوب الرقابة الإحصائية وهو من الطرق الإحصائية التي يتم استخدامها حتى يتم كشف التبايد يعني كأنها زي الشاشة هذه الموجودة فإحنا نراكب بشكل عام تعطيني مؤشرات إذا ارتفع المؤشر يعني عندي خط أعلى وخط أدنى زي مثلاً فوق الخط الأخضر هذا للحد الأعلى والخط الأخضر الأدنى مثلاً اللي تحته للحد الأدنى إذا تجاوز وزاد في الجودة يعتبر خطأ يعني ما تقول زيادة الخير خيرين وبزود وخلينا نجيب أحسن هذا يعتبر خطأ ولا تنزل أكثر عن الرينج الموضوع أو المعدل المتوسط الموجود لا تنزل أكثر ولا تزيد أكثر كلها في الجودة تعتبر خطأ الجودة لا معايير معينة لا بد أن تبقى في المعايير أو في المؤشرات شوف كل ما ارتفع إلى أكثر يعطي مؤشر أحمر أو إذا نزل إلى تحت يعطي مؤشر أحمر فهذه تستخدم عند القيادات التنفيذية وعند المسؤولين في القيادات العليا من فوائد تعزيز جودة المنتج تكليل التكاليف زيادة رضاء الزبائل في عندي أسلوب المقارنة المرجعية وباختصار في عندي المقارنة المرجعية في داخلية وفي خارجية في لها تقسيمات كثيرة لكن من أهمها مقارنة مرجعية داخلية ومقارنة مرجعية خارجية الداخلية أني أكارن عندي بين الأقسام مثلاً قسم المبيعات وقسم المشتريات ليش قسم المبيعات مؤشرات الأداء عندها عالية والمشتريات أكل نجي نشوف أيش اللي سووا المبيعات نجحهم وإيش اللي ما سووا المشتريات وخلى الأداء عندهم منخفض هذه مقارنة داخلية أو حتى يمكن مقارنة بين الموظفين بينهم بين هذه كلها مقارنة داخلية المقارنة الخارجية أني أكارن بجهة خارجية مثلاً عندي مستشفى وفي عندي مؤشرات معينة وأبغى أحقق معايير معينة أكارن بمستشفى ثاني مستشفى آخر حقق معايير عالية في الجودة فأنا أكارن المستشفى تبعي بالمستشفى الآخر هذه مقارنة خارجية أشوف إش التطبيقات والممارسات اللي سوها هدف الكيام بتحديد حاجات ورغبات الزبائن كذلك تعلم وإيجاد الطبيب الطرق الجديدة لأداء العمل أيضاً من الأسباب اللي هو أسلوب حل المشكلات وهو أحد الأساليب التي يعتمد على تشكيل فرق عمل تكون مدتها فترة كصيرة لحل المشكلات ومتابعة المشكلات في الجودة متابعة المشكلات حتى على مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات ورضى الزبون ورضى العميل الداخلي والخارجي فمهم حل المشكلات أولاً بأول من وضاع فرق العمل هذه التي تكون بحل المشكلات ومتابعتها عقد اجتماعات يتم فيها مناقشة المشاكل التي تواجه المنظمة البحث عن فرص أو إيجاد الفرصة الجديدة لعملية تحسين للجودة في عندنا أسلوب أنظمة الاقتراحات وهو الأسلوب الذي يعتمد على اشراك جميع الموظفين في المنظمة بجهود تحسين الجودة يعني حين نلقى في بعض المنظمات صندوق للاكتراحات حط اكتراحاتك لأن هذه الاكتراحات تفيدنا يعني سياسة الباب المفتوح للاكتراحات أو تقبل اكتراحات الجميع أيضا مع الموظفين لابد من تقبل جميع الاكتراحات لأن حين تكون بعض الاكتراحات الإبداعية والناجحة والتي تنقل الشركة نقلة نوعية كبيرة تأتي من أشخاص بسيطين أو أشخاص لا نتوقع منهم مثل هذه الاكتراحات الدورة الإدارة في هذا الاسلوب هو دراسة وتحليل الاكتراحات المقدمة من الموظفين واخذ ما هو مناسب لها من ضمن هذه الاكتراحات ويكون ضمن القدرات المنظمة كذلك توفير الأدوات والأنظمة المناسبة التي تساعد الموظفين على تقليم اكتراحاتهم في عندنا أسلوب أنظمة التوقيت وهو باختصار جست ان تايم جي آي تي وهو أسلوب من أساليب إدارة الجودة الشاملة أو حتى الإدارة الحديثة وتطبقها كثير من الشركات وش معناته؟ يعني ما ننتج لحسب طلب العميل ما أجيب عندي منتجات كثير ويكون عندي ستوك ويكون عندي مستودع مليان ومخزن مليان وأرص فيه الأغراض يمكن تخرب يمكن تتغبر تتعفل تخرب وهي رأسة فوق بعضها البعض من ثقلها على بعضها البعض ما تتحمل يكون عندي تالف كبير أيضا يكون عندي موظفين للتخزين أستجر مخازن يأخذ عندي مساحة أرض مباني إضافية فالتوصيل بناء على الطلب هذا هو الأفضل في الجودة واللي يسمونه جي آي تي ولا جست ان تاي زي لما تروح المطعم تبغى طلب ما تلقى الطلب جاهز خاصة في المطاعم ذات الجودة العالية أطلبوا الطلب ويبدون يجهزونه لك على حسب الطلب مو شيء مسوينا من ساعة ولا من ساعتين لا يعطونك شيء فريش ولا شيء جاهز حتى في البيوت في المنازل قضية جست ان تايم توفر علينا كثير من الوقت والجهد يعني لما نعمل مخازن في البيت ولا مستودعات تعتبر من أكثر المغالطات اللي تصير أو الأخطاء اللي تصير تجمع فيها أغراض تجلس عشر سنوات وبعدين ترميها طيب إرما ولا تصدق فيها من البداية بدل ما تجمعها وتركمها عندك في المخزن يساهم هذا الأسلوب بسهول عملية توزيع المنتج وإيصاله إلى الزبون في المقتل المحدد يتيح لإدارة تحقيق أدافها بشكل مطلوب وبالوقت المطلوب في عندنا نموذج الكايزن وهي كلمة يابانية تتكون من جزئين كاي يعني تشين جزئين إلى الأفضل وإلى فور بيتر حيث يعني المصطلح بشكل عام التغيير إلى الأفضل أو إلى الأحسن فهو continuous improvement فهي نظرية يابانية تسعى إلى التحسين المستمر ويقارنون بينها بين الفكر الغربي والشرقي الفكر الشرقي اللي هو الكايزن في يابان والفكر الغربي اللي هو الإبداع أو الاختراع أو الإنوفيشن في الثقافة الغربية فمطلوب أو تركز هذه على التحسين المستمر على جميع المستويات الإدارية وعلى كل جزئية صغيرة وكبيرة في الشركة وهي أسلوب ياباني ليدخال تحسينات صغيرة وبسيطة مستمرة على المنتجات والخدمات والعمليات تعمل على خفض التكاليف وتقلل من الفاقد والهدر في الموارد وتزيد من معدل الإنتاجية هي تتبنى مبدأ التحسين المستمر لكل شيء بالمؤسسة اعتماداً على استخدام الأساليب المنطقية في الإدارة وتفعيل استخدام الأمثل للموارد المالية دون الحاجة إلى تخصيص استثمارات وموارد جديدة يعني الشيء الموجود نحسنه ونطوره أحسن من نجيب شيء جديد ونبدأ فيه من الصفر مبتكرها هو المؤسس الرئيسي لنظام تويوتر إنتاجي لكيادة المؤسسات اسمه تاييشي أوهونو وتقوم فلسفتها على جعل العملية أفضل بشكل مستمر لأنها لن تكون منضبطة بالكامل وبدون مشاكل تكمن أيضاً فلسفتها في التحسين والتغيير المستمر لكافة أوجه وأنشطة المنظمة نحو الأفضل ولكن بدون تكبد الكثير من المصاريف أثناء إجراء هذا التغيير والمقصود به هو التغيير الذي يتفق مع استراتيجية المؤسسة ويحقق أو يساهم في تحقيق أهدافها يقول ماساكي إيمي كايزن التحسين وأكثر من ذلك يعني كايزن هي للتحسين بل هي أكثر من ذلك بحيث يعني التحسين مستمر في الحياة الشخصية ليس فقط في العمل والوظيفة والمنتج والحياة المنزلية والحياة الاجتماعية والحياة العملية فتستطيع أن تطبق الكايزن على كل جزئية من جزئيات حياتك مبادئ التي تقوم عليها الكايزن اللي يمر يوم واحد من دون إجراء تحسين لا يوجد أي شيء لا يمكن تحسينه كل شيء قابل للتحسين كذلك لابد من أن بدلا من أن تنتقد اكترح أي تحسينات يعني لا تنتقدني تعال عاطيني تحسينات لا تقول لي والله هذا غلط وتمشي لا عاطيني تحسينات بدلا من أن تنتقد أي نشاط من الإدارة ينبغي في النهاية أن يؤدي إلى زيادة رضا العملاء اللي تعتبر هدف رئيسي وأيضا توقع الغبات وتفضيلات الزبائن وحاول توفيرها في الحال الجودة أولا وليس الربح أولا فأي مؤسسة يمكن أن تزدير فقط إذا كان الزبائن راضين عن منتجاتها وخدماتها العمل على بناء ثقافة مؤسسة بحيث تشجع الفرد على الاعتراف بوجود مشاكل وأن يقترح الحلول المناسبة لها مرتكزات عمل كايزن اللي هو إزالة الفاقد والهادر إجراء تحسينات محددة في وقت كصير كذلك إيجاد حل المشكلات التي تواجه العمليات التحسين المستمر في تدفق العمليات والأنشطة تركز على منطقة واحدة أو عملية محددة يعني فيها تركيز حل المشكلات التي تعيقها تدفق في العمليات واستمرار العمليات دفع الأنشطة والجهود باستمرار والمراجعة اليومية عند التقدم والإنجاز تتميز بالتأثير الواضح التركيز على الأماكن الأهم استراتيجيا تحقق نتائج سريعة وتحافظ على استمراريتها وعملية بطيئة لكنها متواصلة يعني كما يقول نبي صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منكفة فأنت تعمل على الشيء القليل المستمر التحسين المستمر ولو كان قليل لأن أثره كبير وأثره يبقى خير من أن تأتي بتغيير كبير في لحظة وتوقف من هذا التغيير المفاهيم الأساسية الجودة أولاً وتحقيق رضاء الزبائن التركيز على احتياجات الزبائن وتطوير المنتجات التي تلبي احتياجات أو تلي هذه الاحتياجات بدل من طرح منتجات في السوق وتتمنى أن يشتريها الزبائن استخدام تساؤلات الخمسة المتعلقة بالمنتج باللي نسميها 5Ws اللي هو Where, Why, Win, What للوصول إلى أسباب أي مشكلة ومعالجتها استخدام دورة ديمانغ للتحسينات اللي هي PDCA واستخدام البيانات والأدوات الحصائية للسيطرة على الانحرافات أو أي خلل في العمليات الجودة، تضافر الجود هذه عناصر أساسية لبرنامج الكايزن مشاركة جميع العاملين والرغبة في التغيير وحلقات الجودة اللي تكلمنا عنها الانضباط الشخصي اللي نسمي self-discipline تحسين المعنويات والعمل بروح الفريقة والعمل الجماعي أو team work أو collaboration أيضا اكتراحات من أجل التحسينات فدائما نرحب بالاكتراحات وصناديك الاكتراحات والاستماع للعاملين في اكتراحاتهم تعدف إلى تطوير الأداء وبيئة العمل بحيث تقوم على مبدأ أن جميع العاملين في المؤسسة لهم حق التطوير المستمر من خلال تحقيق خطوات صغيرة لكن أثرها يكون كبير في المستقبل الميزة في تطبيق الكايزن أني لما أشارك الموظفين وأخذ أفكارهم ومقترحاتهم للتحسين ويتبنونهم أفكارهم سيطبقونها أكثر وأفضل من لو أنا أعطيهم التحسينات أو أعطيهم إشكلة أشياء اللي يبغى أحسن فيها من عندي من غير أخذ رأيهم الأسس عمل برنامج الكايزن تكلمنا عنها لا يمر يوم واحد بدون إجراء تغيير أي نشاط إداري يجب أن يؤدي إلى زيادة رضا المستهلك والزبون كذلك الجودة أولاً وليس الربح أولاً بل ورد ثقافة للمنظمة تشجع العاملين على أبدال آراء والاقتراحات خطوات الكايزن عندي تحليل عمليات القائمة بعدها تحدد مناطق الخلل أو أني فيها مشاكل اقتراح التغييرات المطلوبة كيف نغير علشان نحل هذا الخلل في هذه العمليات ثم نتوقع الآثرة الذي من الممكن أن يحدث يحدثه تنفيذ التغييرات ثم ننفذ التغييرات المطلوبة وهكذا نستمر في حلقة مستمرة وعملية مستمرة ديناميكية للتحسين المستمر نتائج تطبيق الكايزن اللي يتليل في زمن التشغيل زيادة في الكفاعات توفير في التكلفة تكليل الأخطاء تكليل في المساحة المستخدمة تحسن ملموس في المحتويات العاملين كذلك تمكين الموارد البشرية واكتشاف قدرات وإمكانيات جديدة كذلك تساعد في خلق بيئة كيادية متفاعلة مع النتائج وترغب في صنع التغيير مهما كلف الأمر في عندي أنواع التحسين اللي تحسينات تدريجية على دفعات صغيرة ومستمرة وفي عندي تحسينات تحويلية كفزات كبيرة والتحسين المستمر المفضل للمنظمة اللي هو الابتكار والتجديد باستمرار طيب كون وصلنا إلى نهاية هذا اليوم وبإذن الله سبحانه وتعالى غدا نستكمل في اليوم الثالث أجزاكم الله خير إذا في أي سؤال أو استفسار فأرحب بأسئلتكم واستفساراتكم أبما يستاذ عبد العزيز يعطيك العافية شكرا لك يا دكتور ونلتقي بكم إن شاء الله اليوم الثالث غدا بإذن الله ذاك الله خير شكرا لك الله يحببك اشتركوا في القناة